أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن الإنجازات التي تحققت للبحرين وللجنة الأولمبية البحرينية لم تكن لتتحقق لولا الدعم والتوجيه المباشر من قبل جلالة الملك المفدى الرياضي الأول والدعم الأكبر للحركة الرياضية والتي حققت في عهد جلالته نقلات نوعية بارزة وإنجازات هائلة أكدت التطوير الذي باتت تعيشه الرياضة البحرينية جاء ذلك بمناسبة استقبال سموه لأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية وموظفي اللجنة بمناسبة حصول سموه على وسام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية وحصول اللجنة على جائزة التقدم المتميز المقدمة من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية إلى اللجنة الأولمبية البحرينية كأفضل لجنة أولمبية متطورة خلال أولمبياد ريو 2016 وقال سموه أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التطبيق الأمثل لأفراد الأسرة الرياضية للخطط والبرامج التي جعلت من الرياضة البحرينية تسير في طرقات التقدم والازدهار على مختلف الأصعدة وخاصة تطوير الجانب الفني والإداري والذي نقل الرياضة البحرينية من مجرد التواجد في المحافل الرياضية إلى المنافسة الحقيقية على الألقاب والمراكز المتقدمة والتي كان أبرزها الميداليتان الذهبية والفضية في أولمبياد البرازيل في نهاية العام هذا بالذات هي نهاية عام بمنافسة أولمبية فعادة في اللجانة الأولمبية العالمية يكونون سنة راحة لهم بعد انتهاء المنافسات وانتهاء التحضير والتدريب ويعني المنافسة لكن احنا والله الحمد بقيادتنا الرشيدة يعني أنت شرف بأن يكون لنا كادر ويكون لنا أعضاء مثلكم أنتم فهالكادر في لجنتنا الأولمبية كادر عظيم ونحن نعد نفسنا مسؤولين في اللجنة الأولمبية ما يمكن ولا يمكن أي شيء حصل ولا يمكن نوصل المواصيل اللي احنا وصلناها اليوم لو لا كانت جهودكم وكان تعبكم ودوامكم ومواصلتكم ومثابرتكم واجتهادكم في تخصصاتكم هي الحقيقة العالم ما يدري يظن أن هناك لجنة اسمها لجنة أولمبية وهناك رياضي معين ويأدي الأداء ويرجع بهذه السهولة هي فعلا بهذه السهولة ولكننا ما يشوفون هالكم الهائل من المسؤوليات والعمل المتكامل اللي يعني يكمل نفسه حتى أن يكتمل عندنا الضوء واللي هو طبعا الضوء هو الإنجاز والمدالية اللي احنا نحصلها يعني والله الحمد الجهود هذه كلها احنا ما نأخذ الكردد لها هذه المدالية مو مداليتي أنا شخصيا هذه مداليتكم أنتو أنجازكم أنتو وهذه ولو كانت شيء شخصي وسام شخصي يقدم قانونيا هذه وسامكم أنتو إذا وصلنا إلى هذه المرحلة فإذا أنتو وصلتون إلى هذه المرحلة وإذا اللجنة الأولمبية كانت أفضل لجنة أولمبية عربيا فهذه أنتو اللي وصلتوا لجنة أولمبية أفضل لجنة أولمبية عربية وكان الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبد الرحمن صادق عسكر قد ألقى كلمة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة اللجنة وموظفيها رفع فيها لسموه بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وجميع موظفيها خالص التهاني والتبركات بمناسبة منح سموه وسمة اتحاد اللجان الأولمبية وأضفنا الجهود الكبيرة التي بذلها سموه والبيئة المثلى للعمل الدؤوب لشق طريق الاحترافية والنهوض بالحركة الرياضية الأولمبية في مملكة البحرين يبرهن حنكة رؤية سموه الثاقبة مجددا العهد باستمرارية العمل الجاد والمخلص للنهوض برؤى سموه لتنصب علم البحرين عاليا خفاقا في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة